قدر المجلس الطبي لعلى بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الحدي عشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر زين اجرى خلال اجتماع استعراض تقارير عن زيارة رئيس المجلس لمحافظة مأرب وشبوة وتقارير لجان التصنيف والتقييم والمعادلة والتسبيل وترخيص المزاولة والتحقيق والمساءلة اضافة الى تقارير لجان محافظات تعز ومأرب وحضر موت الساحل والوادي وكذلك مناقشات مهام المجلس وخطط وآليات تنفيذه وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل وتسمية لجنة المعادلات للمؤهلات والتخصصات الصحية وتشكيل وتسمية لجنة الامتحانات في المجلس وإعداد دليل الامتحانات بالاضافة الى تشكيل وتسمية اعضاء لجنتي خلاقيات المهنة والاعتماد الاكاديمي وفي الاجتماع اكد رئيس المجلس الدكتور زين على اهمية تضافر الجهود في تعزيز البناء المؤسسي للمجلس بلجانه المختلفة والسير به نحو الغايات التي انشئ من اجلها مثنيا على الجهود التي بذلها اعضاء المجلس خلال الفترة الماضية